هذا موضوع موضوع كبير جدا ويحتاج إلى حلقات وليس حلقة واحدة وهذا من المواضيع التي طرحت في التاريخ المبكر للإسلام اعتمادا على علم المخطوطات ونحن لدينا الحوليات المارونية تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل فقالت عن عند تتويج معاوية عبد الله معاوية وهذا لقب شرف عبد الله ليس اسمه الحقيقي فعبد الله معاوية توجى ملكا على العرب في القدس مدينة إليا القدس حاليا فكان بمباركة أو مبايعة عدد من الأمراء العرب أو القادة العرب في وقتها ثم نصبوه ملكا عليهم كخليفة فهذا التنصيب تذكر هذه الرواية ليست الرواية وإنما هي مخطوطة المارونية باللغة السوريانية تتحدث عن أن معاوية عندما توجى ملكا على العرب صلى بالجلجتة جبل جلجتة وجبل جلجتة هو الجبل بحسب مكان الذي صلب عليه المسيح ثم نزل إلى مدينة داود إلى الأسفل أسفل الهضبة حيث توجد جنب الكنيسة جستيماني توجد كنيسة العذرة وهناك صلة وحتى تقول المخطوط يقول أو الكاتب المخطوطة يقول على أنه كان هناك زلزال وفعلا الآن تحققنا من وجود حصل زلزال عنيف في تلك الفترة تهدمت في بعض الكنائس وبعض الأديرة وهذا متبت حتى علميا حاليا وبالتالي الذي روى القصة فكان أولا يعرف هذه المنطقة الجغرافية يعرف أن جبل جلجتة يقع في فوق الهضبة